اشتركوا في القناة وطريقة صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد والفعل غير الثلاثي قبل ان نبدأ درسنا نستذكر بعض المعلومات التي اخذناها سابقا من خلال السؤال الآتي ما نوع هذه الكلمات كتب قرأ قال دعا نلاحظ ان جميع هذه الكلمات هي افعال ثلاثية ماضية مجردة معنى مجردة اي ان جميع حروفها اصلية تتكون من ثلاثة حروف وجميعها اصلية اي لا يمكن الاستغناء عن حرف واحد منها اذا الفعل الثلاثي المجرد هو الفعل الماضي الذي يتكون من ثلاثة احرف اصلية ولا يمكن الاستغناء عن اي منها ولكن ما علاقة هذه الافعال بدرسنا اليوم سنتعرف علاقة هذه الافعال بدرسنا اليوم من خلال الجملة الاتية كتب الطالب الدرسة كتب الطالب الدرسة هي جملة فعلية لانها بدأت بالفعل كتب لو اردنا تحويل هذه الجملة الفعلية الى جملة اسمية سنقول الطالب كاتب الدرسة الطالب كاتب كاتب هو اسم بدليل انه جاء منونا اذ لا يمكن تنوين الافعال هذا الاسم على وزن فاعل فهو اسم فاعل كاتب وقد اشتق هذا الاسم من الفعل كتب ليدل على من قام بالفعل اي فعل الكتابة اذا اسم الفاعل هو نوع من المشتقات اسم الفاعل نوع من المشتقات يشتق من الفعل ليدل على من قام بهذا الفعل اسم مشتق يدل على الحدث ومن قام به بالنسبة الى الهدف الثاني وهو صياغة اسم الفاعل من الفعل اولا صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد بينا سابقا ان المقصودة بالفعل الثلاثي المجرد هو الفعل الذي تكون جميع احرفه اصلية اي لا يمكن الاستغناء عن حرف واحد منها السؤال الاتي هاتي اسم الفاعل من الافعال الثلاثية الاتية نأخذ بعض الافعال سمع الفعل الثاني وعد الفعل الثالث قال نلاحظ ان جميع هذه الافعال افعال ثلاثية مجردة عن اي زيادة اي لا يمكن الاستغناء عن حرف واحد منها كيف نصوغ اسم الفاعل من هذه الافعال الثلاثية المجردة نصوغ اسم الفاعل من الفعل سمع بقولنا سامع اذا سامع على وزن فاعل نتبين هنا ان الفعل الثلاثي المجرد يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل سمع سامع الفعل الثاني هكذا ايضا مع بقية الافعال وعد فعل ثلاثي مجرد عن الزيادة فاسم الفاعل منه واعد على وزن فاعل قال فعل ثلاثي مجرد فاسم الفاعل منه قائل على وزن فاعل فاعل اذا نستنتج ان الفعل الثلاثي المجرد يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل على وزن فاعل لعب لاعب قال قائل كتب كاتب وهكذا بالنسبة الى الفعل غير الثلاثي ثانيا الفعل غير الثلاثي كيف نصوغ اسم الفاعل منه السؤال هاتي اسم الفاعل من الافعال الاتية سيطرة سيطرة والفعل الثاني كافحة كما نرى ان الفعل سيطرة هو غير ثلاثي وكذلك الشأن بالنسبة الى فعل كافحة كيف نأتي بالفعل باسم الفاعل من هذه الافعال الخطوة الاولى هو ان نأتي بالفعل المضارع من الفعل غير الثلاثي سيطرة الفعل المضارع منه يسيطر يسيطر هذا الفعل المضارع الفعل المضارع هو المبدوء بحرف من حروف المضارعة والمجموعة في كلمة انيت يمكنني ان اقول يسيطر او اسيطر او نسيطر او تسيطر جميعها حروف مضارعة اذا اول خطوة للاتيان بالفعل للاتيان باسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي هو الاتيان بالفعل المضارع يسيطر ثم اقلب حرف المضارع هنا حرف المضارع اقلبه الى ميم مضمومة مسيطر مسيطر واكثر ما قبل الاخر مسيطر مسيطر اذا اذا طريقة بسيطة جدا بالنسبة للفعل غير الثلاثي يصاغ منه اسم الفاعل عن طريق اولا الاتيان بالفعل المضارع ثم قلب حرف المضارع قلب حرف المضارع الى ميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر اي ما قبل الحرف الاخير اذا سيطر اسم الفاعل منه هو مسيطر كما وضحنا بالنسبة الى الفعل الثاني الفعل كافحة ايضا هو فعل غير ثلاثي فالطريقة طريقة صياغة اسم الفاعل منه كما بينا سابقا الاتيان الخطوة الاولى هو الاتيان بالفعل المضارع اي حرف من حروف المضارعه المجموعة في كلمة انيتو ثم يكافح هنا ثم قلب ميم المضارعه الى قلب ياء المضارعه الى ميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر مكافح 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 والشأن نفسه مع الفعل تعاونة تعاونة هذا فعل غير ثلاثي واسم الفاعل منه على وزن مضارعه يتعاون ثم اقلب حرف المضارعه الى ميم مضمومة واكسر ما قبل الاخر متعاون متعاون الاستنتاج يصاغ يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فاعل ويصاغ اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي اي الذي يزيد عدد حروفه على ثلاثة احرف على وزن مضارعه اي الاتيان بالفعل المضارع مع ابدال حرف المضارع ميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر هنا لابد من ملاحظة تتبين في ان اسم الفاعل يأتي على صيغا متنوعة من حيث النوع وصيغة العدد فقد يكون اسم الفاعل مفرد مذكر مثل كاتب او مفرد مؤنثة كاتبة مفرد مذكر كاتب ومفرد مؤنثة كاتبة وقد يكون مثنى مذكر او مثنى مؤنث مثل كاتبان كاتبتان او كاتبين كاتبتين بحسب موقع المثنى من الاعراب او كاتبين وكاتبات او كاتبين وكاتبات او كاتبين بحسب الموقع العرابي لهذه الكلمات نختم درسنا بهذا التدريب البسيط اين اسم الفاعل فيما يأتي وحدد الفعل الذي اشتقى منه الامثلة الانسان الصالح يحب عمل الخيري اين اسم الفاعل اسم الفاعل في كلمة الصالح صالح هذا على وزن فاعل فاعل هذا الاسم على وزن فاعل والفعل منه صلحة الفعل منه صلحة حين اجد او ارى ان اسم الفاعل على وزن فاعل مثل صالح على وزن فاعل اعرف مباشرة ان فعله فعل ثلاثي فعل ثلاثي مثلا صالح على وزن فاعل وفعله صلحة بالنسبة الى المثال الثاني الساعي الى الحق يحترمه الناس الساعي هو اسم الفاعل على وزن فاعل وفعله سعى وهكذا الشأن مع بقية الحروف يمكن الوقوف عليها من خلال هذه الكلمات الساعي اذا من الفعل سعى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما السارق هو اسم الفاعل مفرد مذكر والسارقة اسم الفاعل مفرد مؤنثة بوضع التأنيث والفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل هو سارقة ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اسم الفاعل هنا هو المتطهرين الميم المضمومة هنا دليل على ان اسم الفاعل جاء من فعل غير ثلاثي متطهرين جمع متطهر فهو من فعل غير ثلاثي بدليل انه متحول من فعل تطهر واذا اردنا ان نأتي باسم الفاعل من الفعل تطهر كما بينا سابقا اتي اولا بالفعل المضارع يتطهر ثم اقلب حرف المضارع الى ميم مضمومة واكثر ما قبل الاخر متطهر بالنسبة الى بقية الجمل ام من هو قانت اناء الليل الفعل الفعل او اسم الفاعل هو قانت من الفعل قانت انه كان عاليا من المسرفين اسم الفاعل هنا عاليا عاليا من فعل ثلاثي مجرد هو على والمسرفين الميم المضمومة هنا تعطيني اشارة على ان اسم الفاعل قد صيغة من فعل غير ثلاثي مسرفين من الفعل اسرف اذا عاليا والمسرفين مفردها مسرف من الفعل عاليا على ومسرفين من الفعل اسرف ان الطالبات المتفوقات التي يقبلنا على العلم اسم الفاعل في الطالبات مفردها طالبة والمتفوقات مفردها متفوقة الفعل هو الطالبات من طلبة او طلبة في عبتاء التانيث والمتفوقات مفردها متفوقة وهي من الفعل تفوقة او تفوقت شكرا لكم اعزائي الطلبة والى اللقاء في درس قادم باذن الله شكرا شكرا